ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة السيد سامير بن عبدالل ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور عدد من أعضاء الغرفة وتجار الأعمال البحرين الذي يهدف إلى بحث ومناقشة أبرز رسائل الخطاب السامي مستفيدين بطرح جملة من المغترحات والمبادرة النوعية التي تتواءم مع سبل النهوض بكيفيات العمل الاقتصادي والاستثماري في البحرين حتى يتم تقديمها كتابيا إلى جلالة عهل البلاد مفدى حفظه الله ورعى في نهاية اللقاء عبر المشاركون عن سعادتهم نظير الإشارات التقمينية التي تضمنها خطاب جلالته والتي أكدت على ثبات أداء الاقتصاد الوطني كان اليوم اجتماع مهم بالنسبة للقاءات مع رجال الأعمال وأخذ أفكارهم لردود أفكارهم بسبب النزول لتوجيه جلالة الملك في خطابة السامي لرفع اقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفعة البحرين إن شاء الله في هذا المجال وهناك كثير من الأفكار التي قدمت من أخوار رجال الأعمال ونحن كغرفة تجارة وصراعة البحرين سنقوم إن شاء الله بدراسة المقترحات والأفكار ونبلورها ونرى إيجابيات وسلبياتها ونقدمها على شكل رد إن شاء الله لجلالة الملك أبرزها هناك طبعا كثير من الرجال الأعمال مركزين تركيز كبير بالنسبة للاقتصاد المستدام واللي ركز على السياحة العامة والسياحة التعليمية والسياحة العلاجية وهناك تحديات اللي إحنا يشوفونها يجب النظر فيها القنوات مفتوحة بالنسبة من خلال بريد إلكتروني لكتابة الأفكار من رجال الأعمال إلى الغرفة من خلال قسم الدراسات والبحوث عندنا ترجمة نانسي قنقر